أكد رئيسه إقليمي كردستان نيتشيرفان بارزاني أن الإقليم لا يريد أن يشكل خطرا على دول الجوار بل عامل استقرار في المنطقة وذلك بعد قصف الإيرانيين استهدف مواقع المعارضة الكردية الإيراني في أربيل والسليمانية وعبر نيتشيرفان بارزاني في كلمة له خلال حفل افتتاح معهد الإبداع والتجديد بأربيل عن أسفه لتعرض منطقة كويسنجاك وبعض المناطق الحدودية للقصف داعيا الحكومة العراقية أن تضع حدا لهذه الخروقات في البداية أود أن أشير إلى كلمات رئيس الوزراء التي بارك فيها يوم تأسيس مدينة السليمانية أقدم شكري له وأنا أيضا أقدم التهاني لأهالي مدينة السليمانية وعموم كردستان وأتمنى لكم التوفيق بالتأكيد المشاكل سوف تنحل بالحوار والتفاهم وهذه يجب أن تكون مهمتنا في هذا الوطن أضم صوتي إلى صوت رئيس الوزراء في إدانة القصف الصاروخي بالطائرات المسيرة على كويسنجاك وبعض المناطق الحدودية إقليم كردستان يؤكد على أنه عامل للأمن في المنطقة ويريد أن يكون له علاقات جيدة مع الدول المجاورة وداخل هذا الإطار نريد أن يكون لنا علاقات جيدة مع إيران أيضا نؤكد أن إقليم كردستان لن يكون مصدرا للتهديد للدول المجاورة نحن لا نرى أي مبرر لهذا القصف الصاروخي على كردستان وعلى الحكومة العراقية أن تضع حدا لهذه الخروقات أيها الحضور الكرام أنا سعيد جدا بالمشاركة معكم في مراسيم إعلان معهد الإبداع والتجديد في كردستان وهي مؤسسة مهمة جدا لإقليم كردستان مساعدة ومساندة الحكومة عن طريق القطاع الخاص والجامعات في هذه المؤسسة مهمة جدا نجاح هذه المؤسسة يكون عن طريق إعطائه أهمية بالإبداع والتجديد عن طريق شباب كردستان خاصة ممن يمتلكون المواهب الجديدة في المجالات المختلفة أنا متأكد من وجود عشرات الشباب في كردستان ممن يمتلكون أفكارا واختراعات جديدة للأسف لم يكن هناك من يدعم هؤلاء الشباب سابقا أما الآن يستطيع الشباب المبدعين أن يتجهوا إلى معهد الإبداع والتجديد لكي يظهروا مواهبهم وإبداعاتهم على أرض الواقع وأن يجعلوا من نتاجاتهم مصدرا لعمل للآخرين بالتأكيد وجود مسرور بازاني في رئاسة هذه المؤسسة ووجود اسم القطاع الخاص مثل كارغروب وغروب قيوان والجامعات والأوساط الأكاديمية في كردستان مع هذه المؤسسة والإدارة دليل على أنه عمل جديد أنا أعرف أن رئيس الوزراء يعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع وقبل أن هذه المراسيم أكد لي مرات عدة على أن هذه المراسيم مهمة جدا بالنسبة له وحتما يجب أن أشارك فيه وفرحت جدا بهذه الفرصة وأقدم الشكر للذين يديرون هذه المؤسسة وأطلب لهم النجاح نتمنى أن يصبح معهد الإبداع والتجديد مكانا للإبداع وللشباب الموهوبين فمع الأسف الكثير من الشباب باتوا فاقدين للأمل بسبب عدم وجود دعم لهم يمكن لشبابنا أن يثبتوا أنفسهم من بقية الشباب في البلدان الأخرى فهم لا يقلوا بشيء عن الآخرين أتمنى أن يكون تأسيس معهد الإبداع والتجديد في كردستان خطوة أولى لمنح الفرص للمواهب في المجالات المختلفة أقدم الشكر جزيل لكل الذين جعلوا تأسيس هذه المؤسسة حقيقية أبارك للشباب وأصحاب الإبداعات منذ الآن لهم مركز قوي تدعمهم الرئاسات الثلاثة في حكومة قليم كردستان أتمنى التوفيق لمعهد الإبداع والتجديد شكرا للجميع